شباب القدس حلقوا شعرهم كول لياتهم على السفر ولبسوا أسود بأسود عارفين ليش؟ القصة عشان شاب اسمه عدي تميني هذا الشاب بتقدر تحكوا عنه شجاع إلى أبعد الحدود أو بطل كثير المهم عمل عملية عظيمة جدا العملية هاي كانت بتاريخ 18 العام الماضي وكانت القصة عبارة عن سيارة اجت على حاجز جنب منطقة شعفات في القدس نزل منها عدي تميمي وكان يحمل السلاع على مسافة سفر أطلق النار على جنود الاحتلال قتل مجندة وأصاب مجند آخر بجراح خطيرة وأصاب كمان اثنين بجراح طفيفة وبعدها اشتبك محهم مسلحة على الخفيف وتوارع الأنظار هون بدأ جيش الاحتلال يبحث عن هذا الشخص يحدد هويته استطاع يحدد هويته طبعا فات على مخيم شعفات وعلى منطقة شعفات وحاصر عدد من البلدات ودوريات رايحة ودوريات جايكة عادته بالنهاية عرف انه اللي نفذ هاي العملية عدي تميمي لكن ما تمكن من القبض عليه لأنه وبحمد الله عدي تميمي كله جمهور كبير مش بس في القدس كمان بالضفة الغربية والكل كان متعاطف معه وبدأت ظاهرة الحلقة على السفر للشباب واللبس الأسود بالأسود تعم في كل المناطق بالضفة الغربية عشان يموهوا عن عدي تميمي وما تقدر أي كاميرا تقدر تتوصل له المهم في الموضوع أنه عدي تميمي بـ 19 شهر حب يعلم على الاحتلال كمان مرة فراه تنفذ عملية ثانية واشتبك معهم ولكن للأسف بعد ما انتهت الذخيرة استشهد عدي طبعا على أثر استشهاد عدي صار في حالة غضب عارمة في القدس وفي مدن الضفة الغربية وبدأ الاحتلال يدخل في مواجهات في جنين وفي طول كرم وفي قلقيليا كانت آخر مواجهة له في 23 شهر داخل مخيم شعفار المنطقة التي ينتمي لها البطل عدي تميمي وانتهت الاشتباكات بإصابة ثلاث جنود احتلال بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة